اشتركوا في القناة 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 خاصة لو نتيجة قريبة معنى نتيجة قريبة لو فيه فرق هدف واحد سفر اتنين واحد تبقى صعبة جدا لماتش مخلص يعني حالك بتقول ان اول ربع ساعة واخر ربع ساعة اخر ربع ساعة مهمين جدا مع التركيز بقى خلال المباراة اهم ما يميز مثلا النادي الاهلي اخر ربع ساعة وبيحرس فيها اهداف واهم ما يميز نادي الاتحاد السكندري اخر ربع ساعة اللي همشوا علي بقية المباراة تتوقع النجاح بنسبة كامل ان شاء الله ما داما ما فيش اختبارات صعبة داخل التمنتاشر يبقى فوق التسعين في المية بازن الله بس يركزوا المحتاج النهاردة الماتش ده تركيز عالي جدا من احمد حسام طه وهاني خيري عشان التسلل اه لتنين حكام المشاهد ربنا وفقهم ان شاء الله طبعا طريق مجدي وقسم اسماعيل لازم بالبلد كده يكونوا فتحين يعنيهم كواس جدا جدا من الحاجات اللي بتبقى في التمنتاشر ارض الملعب هتفرق اكيد تاني ايه لكنا نفسي بصراحة يعني ايه رحمة باللعيبة وبالملعب وبالملعب لان انا المرة اللي فاتت كانت في مطش الاهل وزوالك انا نسيت اقول نقطة مهمة جدا يعني قانون كرة القدم كله ظاهر على طالع على حاجة واحدة بس سلامة اللاعبين السبعتاشر مادة غرضها سلامة اللاعبين المطش الفات ما كانش فيه حد يواخد بينه من سلامة اللاعبين الحمد لله ما فيش ولا من هنا حد اتعور ولا من هنا حد اتعور تمام بس ايه الماية اكيد كويسة يعني الناس كلها كبتوها عشان بيعرفوا يعوم حبدالله انا بشكرة جدا كانت في سبيل ان شاء الله نلتقي مع بعض المباراة ونشوف السيناريو حيمشي شاء الله بإذن الله